تابع المجموعة المكتب الشريف للفصفات ونشوفوا ما علاقة جماعة الحوت بهذه العملية وعلى اجتهمتها للجماعة والقوات الأمريكية باختلاق هذه القصة وزير الخارجي الأمريكي أنطوني بلينكن ياثور إسرائيل والدفعة الغربية والإمارات البحث مستقبل غزة بعد الحرب هنشوفوا شو هي الحلول اللي قد اقترحها الولايات المتحدة الأمريكية وفي الختام هنشارك معكم تفاصيل اجتماعات المنتدى الإقليمي تامين الالتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه مدينة بارشلونة الإسبانيا ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد ونشوفوا شنو سبب مقاطعة إسرائيل والجزائر لهذا الاجتماع هنا هنمر الموضوع الأول خصوص عملية قرصنة السفينة السفينة سنترال بارك لكثرفاء العالم الليبيري وتابع المجموعة زودياك ماريتيم واللي المقر ديالها لندن واللي كيملك الملياردير الإسرائيلي إيا العوفر شركة أمري للأمن البحري البريطانية وصفت الهجوم بعمليات قرصنة وأكدت أن أولويات الشركة هي سلمت أفراد طاقم السفينة المكون 22 فرد هذه العملية التي تمت في خليج عدن يوم 21 نونبير أطارت قلق اليمن لحضرات من تداعيات نشاط الحوتي البحري على حرية الملاحة الدولية على الرغم أن جماعات الحوتي لم تعليل مسؤولية ديالها على الهجوم لكن رئيس الوزراء اليمني وفق ما نشره الموقع رسمي لرئاسة الحكومة قال أن استمرار تهديد ميليشيا الحوتي بدعم النظام الإيراني لحرية الملاحة الدولية له تداعيات على الاقتصاد اليمني وسيفاقم الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم وأشر إلى مواصلة ميليشيا الحوتي استهترها بكافة الجهود الأممية والإقليمية والدولية الوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني في تأكيد على مدى ارتهانها النظام الإيراني والأجندة ديالو التخريبية في المنطقة واتهم مجلس الوزراء جماعة الحوتي بالقيام بأعمال قرصنة بحرية بدعم النظام الإيراني وآخرها اختطاف سفينة النفط في المياه الإقليمية اليمنية وأكد أن ذلك يأتي امتدادا لأعمال التخريب والتهديدات الحوتي للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه الميليشيات على مقدورات الدولة اليمنية وقال مجلس الوزراء أن أعمال القرصنة لا تموت بأي صلة للقضية الفلسطينية ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني وأشر إلى أن الجماعة التي قتلت وعدبات الشعب اليمني لا يمكن أن تكون نصر للقضايا العادلة فيما قال كلمديرية العامة شؤون البحرية في تركيا يوم أنس الاثنين أن القبطن الأول سفينة سنترال بارك لسيطر عليها الحوتيون في وقت سابق هو قبطن تركي وأوضحت المديرية أن القبطن الرابع في السفينة أيضا تركي ولا يعرف ما إذا كان هذا الهجوم عنده علاقة بإلغاء زيارة الرئيس الإيراني التركيا كشفت رئاسة تركيا لوكلة فرانس بخيس أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يقوم بزيارة لي كانت مقررة إلى أنقرة اليوم الثلاثاء من دون إعطاء المزيد من التفاصيل لتذكير كان الرئيس تركي أعلن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي وكان أشر إلى أنه سيركز نظره الإيراني على سياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحماس لكن هذه الزيارة تم إلغاءها من دون الكشف عن موعد جديد ومن دون ذكر سبب إلغاء الزيارة كذلك أرد على التهامات لموجهة جماعة الحوتي بخصوص محاولة اختطاف سفينة سنترال بارك من فات جماعة الحوتي ووقوفها وراء عملية اختطاف السفينة واتهمت أمريكا باختلاق قصة إنقاذ سفينة تجارية من أيدي مسلحين في خليج عدن وقالت أن أمريكا دعت فشل صواريخ جماعة الحوتي في إصابة إحدى مدمراتها وسقوطها على بعد عشرة أميال منها وهذا شيء بهدف الرفع من معنويات أفراد البحرية الأمريكية المنهارة بحسب وصف جماعة الحوتي فجماعة الحوتي اعتبرت أن مكان تواجد السفينة كما هو وارد في القصة غير مناسب للقيام باحتجازها لكن وجد شيء يعني أنها ليست وراء هذه العملية بطريقة أو بأخرى فجماعة الحوتي كتربطها علاقات بتنظيمات أخرى في المنطقة وعملية اختطاف سنترال بارك قد يكون للحوتيين علاقة بها من خلال التخادم مع فواعي العنف أخرى في خليج عدن عندها القدر على الاقتراب مثل هذه السفن وبالتالي العودة للمواقع ديها للأمينة في الصومال كذلك بين السيناريوات المحتملة وجود سفينة أخرى أي السفينة الأم اللي انطلقت منها الزوارق لحاولات انفيد العملية ثم العودة بعد تنفيذ عملية الخط في السفينة الأم المتواجدة على بعد مناسب من السفينة الهدف حيث تنطلق منها زوارق صغيرة للتنفيذ المهمة والعودة بما جرى السطو عليه أو بالسفينة اللي يراد خطفها هذا كيف قال سيناريو محتمل لكن على الرغم من وجود بصمة إيران لا يوجد دليل مباشر في الوقت الحالي كيربطها بالهجوم على سفينة سنترال بارك كما أن القيادة المركزية الأمريكية لم تحدد هوية المهاجمين في البداية لكن قالت أن صاروخين أطلقة من اليمن اللي كيسيطر عليه الحوتيون بينما كانت السفينة البحرية تنهي الرد على نداء الاستغاثة وهاتش اللي ترك الأمر مفتوح لتفسير أن عملية الاختطاف قد تكون مرتبطة بالمسلحين المدعومين من إيران وفقاً لصحيفة دهيل قريبة من الكونغرس وتعليقاً للحادث خرج وزير الدفاع الإيراني وقال أن الاتهامات اللي كتوجها الولايات المتحدة الإيران مشأن الأحداث في المنطقة كاذبة ولا أساس لها وأن كل هذه الاتهامات للطهران سببها أن بلده تشرف على الأمور في المنطقة وأكد أن الجميع يدرك أن الإيران ما كان أساسي في المنطقة هاتش وفق تعبيره وكانت في إيران دائماً تورطها في استهداف السفن تابع الرجال أعمال الإسرائيليين في عدد من المحطات والمضائق المائية حول العالم هنا يجب الإشارة إلى أنه قبل هذه العملية ره كانت هجمة طائرة مسيرة إيرانية الصنة سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في المحيط الهندي يوم الجمعة هاتش وفق ما أفاد مسؤول عسكري أمريكي من جانبه قال وزير الخارجي الإيراني أن الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة في المنطقة على غرار الحوتيين أو استهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا من قبل الميليشيات هذه العمليات كتن بناء على قرارات مستقلة وليس تحرد من قبل إيران في المقابل وجهات واشنطن الرسائل القوية لإيران من خلال إرسال حاملتي طائرات وسفن حربية إلى المنطقة واعتقلات مدمرة البحرية الأمريكية ميسون يوم الأحد خمسة أفراد بعد أن استجابت نداء استغاثة من سفينة سنترل بارك وهي سفينة جرية لها علاقات مع شركة مملوكة الإسرائيليين كانت تحمل حمض الفوسفوريك انطلقات من مدينة آسفي فيما قال متحدث باسم وزارات الدفاع الأمريكية أن التقييم الأولي لوزارة الدفاع وأن الأفراد الخمسة من الصومال وأن الحادث مرتبط بالقرصنة وأشر إلى أن المهاجمين في الحجز حاليا على سطح ميسون وأن ناقلة الكيمويات سنترل بارك آمنة وحرة وأشر أيضا إلى وجود ثلاث سفن تابعة الجيش الصيني كانت أيضا بالقرن سنترل بارك وقت محاولة الاختطاف لكن السفن لم تستجب لتسعد وخمس النداء استغاثة وقال المتحدث باسم وزارات الدفاع الأمريكية أنه بيموجب القواعد والقوانين البحرية الدولية عندما تطلق سفينة إشارة استغاثة يطلب من جميع السفن الموجودة في المنطقة المجاورة أن تأتي وتقدم المساعدة والدعم فالصريحات المسؤول الأمريكي بخصوص نداء الاستغاثة كذبات مزاعم جماعة الحوتي اللي قالت أن القوات الأمريكية قامت باختلاق قصة السفينة جهد الحادث في وقت ليشن في وكل إيرانيون العديد من الهجمات على القوات والأصول الأمريكية اشتركوا في القناة